السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع ام محمد بل من بدأ الدرس كنتمنى يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة وعافية اذا الدرس دي اليوم شاء الله سيكون في مادة الصرف والتحويل وعنوان دي الدرس هو كالتالي اقسام الفعل المعتل اقسام او انواع الفعل المعتل اذا كما يعني اننا درسنا سابقا قمنا بشرح عفوان بس يعني اقسام الفعل ولا انواع الفعل وذكرنا ان انواع الفعل هو كي لدينا نوعان هو نوعان الفعل الصحيح والفعل المعتل وذلك ذكرنا انواع الفعل الصحيح يعني اقسام الفعل الصحيح التي هي ثلاث السالم والمضاعف والمهموز والي يوم سñ builders supuesto للأنواع سقط إلى الأقسام الفعل المعتل لنتعرف على أنواعه الخمس لأن الفعل المعتل أنواعه خمس لأنواع خمس أقسام فعل المعتل نتعرف عليه سنريم بهذا الدرس إذن النوع الثلاثة الأنواؤ الاولين هم هاد وeddهو فيديو ошиб النوع الأول هو المثال المثال هو النوع الأول من ألواع الفعل المعتل اللحظة الفعل وقافة وقافة ماذا تلاحظون وقبل ما نشرح سنذكركم بأن الحروف العلة لماذا سمي بالفعل المعتل لأن يكون أحد أحرفه الأصلية حرف علة يكون أحد أحرفه الأصلية يكون فيها حرف علة هذا غير للتذكير فقط لأن الدرس شرحناه سابقاً تدرس سابقة إذن هنا عندنا وقافة وقافة أين يوجد حرف العلة هنا؟ أين كتب حرف العلة؟ حسن جداً في أول الفعل في أول الفعل يوجد حرف علة إذن المثال هو ما كان حرفه الأول حرف علة المثال ما كان حرفه الأول حرف علة وقافة مثلاً وضع وعادة إذن كل هذه الأمثلة التي أعطيتها هي المثال هي نوع المثال إذن المثال أعيد ما كان حرفه الأول حرف علة وقافة وقافة حرف العلة جاء في أوله نفهم؟ نمر إلى النوع الثاني النوع الثاني الذي هو الأجوث الأجوث ما كان وسطه حرف علة ما كان وسطه حرف علة أو هو الفعل الذي في وسطه حرف علة هو الفعل الذي في وسطه حرف علة لو كنت لاحظوا معي مزيان حرف علة مكتب بلوم مغاير بلوم الأحمر جاء أين جاء؟ جاء وسط الفعل إذن الفعل الذي يوجد حرف العلة في وسطه يسمى الأجوث يسمى الأجوث نمر إلى النوع الثالث النوع الثالث والناقص الناقص هو الفعل الذي آخره حرف علة الفعل الناقص هو الفعل الذي آخره حرف علة يعني أين جاءه وأجاءه حرف العلة؟ جاء في آخر الفعل إذن أي فعل لقيته في حرف علة في آخره يسمى الناقص الفعل الذي يوجد عرف العلة في وسطه يسمى الأجوف الفعل الذي يوجد حرف العلة في أوله يسمى المثال نمر إلى اللفيف المفروق اللفيف المفروق من خلال العنوان اللفيف المفروق لحظوا معيه مزيان لدينا وقا تلاحظوا أن هذا اللفيف الفروق جاء حرف العلة في أوله وفي آخره وفرق بينهما حرف صحيح فرق بينهما غير حرف صحيح جاء في أوله وآخره وفرق بينهما حرف صحيح وقا مثلا وعا هذا يسمى اللفيف المفروق يعني لديه حرف العلة الأول جاء في أوله والتاني جاء في آخره وفرق بينهما حرف صحيح نفهم؟ لأنه لن يتلف لكم لفيف المقرون اللفيف مفروق لما تسمعون مفروق أنه فرق بينهما حرف صحيح يوجد حرف علة في أوله وفي آخره وفي آخره مفروق بحرف صحيح نفهم شا و جاء الحرف العلة الأول مع الحرف العلة الثاني متصلين نفهم شا و ما كان آخره وقبل آخره حرف علة ما كان آخره وقبل آخره حرف علة هذا ما يسمى باللفيف المقرون واللفيف المفروق كما قلت أنه يأتي في أول الفعل حرف علة ويفرق بينهم حرف صحيح وفي آخره كذلك نجد حرف علة إذن شاء الله هذو غدفهمهم من خلال التمارين الطبيقية الموينة الأساسة أنكم تعرفوا بأن الفعل المعتل هو أقسام الفعل المعتل خمسة لدينا خمس ألواع أقسام الفعل المعتل والتي هي كالتالي مع الشرح مع الشرح النوع الأول المتال ما هو المتال ما كان أوله حرف علة إذن وضع حرف علة في نجأ في أوله وضع إذن هذا الفعل يسمى المتال نمر الأجوف لماذا يسمي بالأجوف الأجوف ما كان كل فعلين إذن ما كان وسطه حرف علة إذا ما أقول وسطه أن الحرف العلة يأتي وسط الفعل سارة جاء حرف العلة جاء حرف العلة وسط الفعل يسمى الأجوف نفهم الناقص الناقص ما كان آخره حرف علة يعني لاحظوا معهم جيدا دعا أين جاء هنا حرف العلة؟ جاء في آخر الفعل جاء في آخر الفعل والفعل الذي يأتي الذي يكون آخره حرف علة ويسمى الناقص نمر إلى اللفيف المفروق اللفيف المفروق ما كان أوله وآخره حرف علة أول دياله وآخر دياله حرف علة ولكن فرقهم حرف صحيح بينهما حرف صحيح نمر إلى اللفيف المقرون اللفيف المقرون ما كان حرفا يعني حرفا علة متصلا متصلا يعني اللواو عفوا هنا غير نسيت مدرتش باللون مغير حرف علة متصلا لدينا اللواو وليا لواء لواء إذن هنا على غير ما درتش باللون مغير اللواو كما قلت أنه حرف علة إذن اللفيف المقرون ما كان حرف جوج يعني حرف علة متصلا إذن لواء عندنا لواء وليا جاء في آخر الفعل إذن الحرف الأخير حرف علة وما قبله كذلك حرف العلة الواو وراح حرف علة كذلك لواء متصلا في آخر الفعل يعني جاء حرف علة متصلا إذن هذا هو يعني هذا هو الاستنتاج ديال الدرس غالمروا التذكير فقط التذكير حروف العلة هي الألف الواو الياء حروف العلة هي الألف الواو والياء نتمنى أنكم يعني إلا 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 اتباع عنتم زيان ورأوا فهمتوا كل نوع يعني هذه الأنواع ديال المعتل يعني عارفتوا يعني يعني أين كتب حرف العلة والإسم والنوع ديالو وفهمتوا مديل ما غاديش يجيكم يعني صعيب وغادي جيكم التمارين غادي جيكم سهلة وكذلك غادي يكون عندكم يعني يعني غادي يسهل عليكم بزاك المسائل. اذا كنتمنى نكونوا عند حصن الضم ديالكم وكننتمنى لكم ان شاء الله يفتح لكم البصيرة. الله يفتح لكم ولنا البصيرة. والله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم. والله وكنشكركم بزاك. جزيل الشكر. كنشكركم على الدعوات ديالكم. كنشكركم على الدعم ديالكم. كنشكركم على التعليقات ديالكم. وكما قلت سابقا نتمنى احنا غير نكونوا عند حصن الضم ديالكم. ونتمنى اننا نبلغوا هذه الرسالة ديال العلم. هذا هو المبتغى ديالنا. واقول قولي هذا. واستغفر لي ولكم الله. والى درس جديد بحولي.